أين هو المخرج سيد وليد لننهي هذا الوضع الذي يدفع سمناه المواطن الفلسطيني وحده يعني تحقيق المصالحة أنا أعتقد أنه مخرج مناسب للخروج من هذين الزمان يا سيد منذ سنوات ونحن نتحدث عن تحقيق المصالحة يا سيد وليد منذ سنوات لم ننجح فيها لماذا لكن تحقيق ذلك طيب لم ننجح فيها لأن النيات الحسنة ليست كافية لتحقيق المصالحة وبالتالي ينبغي أن سماح لحركة حماس أن تدخل منظمة التحرير وأن نسمح للإطار المؤقت لمنظمة التحرير أن يتم تفعيله وبقيت ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وفي الدوحة وفي الشاطئ نضع ذلك موضع التنفيذ وبالتالي تنتهي الأمور جميعا لا يمكن حديث عن الإخوة في التيار الوطني صدعوا رؤوسنا على أن حركة حماسية تفكر خارج الإقليم وخارج القطر وخارج الإطار الوطني يا سيد اسمح لها أن تدخل منظمة التحرير حتى تصبح داخل البيت الفلسطيني سيد وليد هل تنتفق المشكلة أن دخلت سيد وليد لا يمكن الحديث عن الوقت واتهام حركة حماس دون السماح لها أن تكون متواجدة داخل البيت الفلسطيني وهو منظمة التحرير سيد وليد هل المشكلة هي بدخول حماس منظمة التحرير على أي أساس بدخل حماس منظمة التحرير مش منظمة التحرير هي اللي وقعت على أوسلو مش منظمة التحرير هي اللي اعترفت بإسرائيل حماس ترفض الاعتراف بإسرائيل وترفض أوسلو من الأساس يعني على أي أساس ستدخل إلى منظمة التحرير هل ستغير منظمة التحرير كل ما اتفقت عليه سابقا وتعيده من الأساس أم حماس ستغير موقفها من الاعتراف بدولة إسرائيل أنا أريد أن أقول أنه ينبغي تطبيق كل ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقات الأخيرة فيما يتعلق بالمصالحة قضية سألتين عن منظمة التحرير يعني عندما يسمح لحركة حماس وحركة الجهاز الإسلامي وبقية الفصال الفلسطينية التي خارج إطار منظمة التحرير أن تكون داخل البيت الفلسطيني داخل مرجعية البيت الفلسطيني أعتقد أن هناك إمكانية لحل الخلافات لأنه سيكون هناك بيت جامع، هناك مرجعية، هناك آليات للاختلاف والاتفاق وإذا كانت تماكنت حماس من تغيير قواعد اللعبة داخل منظمة التحرير بطرق ديمقراطية فصحتين يعني لكن المشكلة أن تبقى خارج منظمة التحرير ونحن ندعوها أن تفكر بطريقة معينة أو بهذه الطريقة أو تلك الطريقة نحاول إيجاد العلوم لا بدنا نعلق بمشكلة جديدة لذلك كان السؤال سيد وليد شكرا لك وليد لمدلة الأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية في غزة